قال سمعنا أن الفنان محمد النصري تاب من الغناء نرجو توجيه كلمة له وللفنانين وشكرا الخبر داي مع خبر إن الفنان محمد النصري تاب بلغنا هذا الخبر والله وسررنا به أعظم السرور أو أشد السرور وأنا ما استغربت والله ليه ما استغربت لأنه كثير بيجينا أخبار عن الزولة كثير بيجينا أخبار ناس داريس جدوليو مرأ بيت يوقف ناس شنو علامات رجولة وخير في الرجل وفي هذا المغني بالتحديد والله أنا ما تعجبت أبدا ولذلك أنا أوجه له خاصة ولغير عامة أربع رسائل الرسالة الأولى أقول لو أبشر أدي خطوة خير ما يرجعك منا ولا تلتفت إلى من حولك قال الله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين أسأل الله يجعلك منهم الزول كان في إبير الله مرقو وما يلتفت للحول سمي أنا من بعض الشباب قالوا عاملين مظاهرة دار رجعوه وأنا اذكرت طوالي أثر في البخاري وبرسل له في البخاري هرقل لمن جات رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله رسول الله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن لا يعني إن لم تسلم فإن عليك إثم الأريسيين يعني الفقراء والمزارعين التحتك والوراك رفع الرسالة وطلع الشروفات شرفة فوق القصر وقال لهم قفلوا الحصون قفلوا الأبواب قفلوا واجتمعوا الناس قال لهم أما بعد فإني قد بلغتني رسالة محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقاموا عليه كالثور هاجوا هاجوا كلهم لما نهاجوا بدل يثبت على الدين وعلى الحق استجاب لهم ورخى بعد رجع للحق رخى قال أما بعد فسكتوا وتربصوا وتربصوا قال امتحنتكم في دينكم لأرى صلابتكم وإني على دينكم فخروا له سجدا فجاء إلى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبره أني معه أنا بيتحت معه لكن الجماعة ذيل فقال رسول الله كذب عدو الله كذب كذب اختار الدنيا على الآخرة ما تلتفت لهم واهتم بالناس الدائرين لك الخير وفكر في الآخرة ويذكروا دي الرسالة التانية يذكر الناس التانين الفنانين الغنوا في الدنيا دي وسووا جماهير وسووا ناس والناس حبون وماتوا ودخلوا قبور الليل ماتوا ودخلوا قبور هل في حسن من ديل وصلة وهل الحبون قدموا ليهم خير واحد لقيته قلت له هل تبتسمع للحوت الزول ده مات يا قلت له دار للخير وقف غناه وادعوا لي بالرحمة قال لي ما صوته سمح دقس براه والله ما نخل السماع له دقس يعني ده بحبه بيسمع له غناه يذكر ديل الرسالة التالتة أقول قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب البيجو بقولوا لك الشباب والناس قاعدوا يبكوا والبنات وانت بتوجه رسالة وانت يا النصر غناك باختلف من غنا الناس التانين كل حرام ليكونن من أمة أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يستحلون حرام حل له ده حديث في البخاري ما دار له فتوى ولا تفتش ليه فتوى يا زولي التفيخير ما ترجع ولا تفتش ليه فتوى لا من مجمع فقه ولا من أيها الكبار العلماء الأكبر منه نفت بدري بالنصوص مالك الشافعي أحمد أبو حنيفة القبليون بن عباس ابن مسعود في غاثة اللهفان كلهم قالوا الغنى حرام شت ولا دار له فتوى ولا دار له فتوى والإثم ما حاك في صدرك وخشيت أن يطلع عليه الناس وما تردد وإن أفتاك الناس وأفتوك وأن الله داك صوت جميل نقول ما قال ابن مسعود لزازان زازان كان فنان ابن مسعود قال له كلمة تاب قال له ما أجمله من صوت لو كان في كتاب الله صوتك دا البكت بالشباب وأثرتهم وغيرهم وعاطفتك الحية دي شغل في القرآن الله بينفع بك نرجو الله لقد دام نسمع تسجيات له لكتاب الله ونسأل الله يثبتوا دي رسالة تالتة رسالة الرابعة للفنانين التانين اقتدوا بالرجل دا واصله في دأبه بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة ومهما عظمت فهي حقيرة واعلم يا من تبت إلى الله أن توبة الله عليك فيها فرح الله كما في صيح مسلم وفيها محبة الله كما في سورة البقرة إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وسينظر الله إليك وسيبتليك وبشرك الله بابتليك بالناس ابتليك بأشياء كثيرة أثبت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وديو الله بشارة خير ونحن مستبشرين إنسى الله ثبت الرجل وإجمع نبيه في دار الكرامة على سرهم متقابلين وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم على نبينا